اهلا بكم الى فانورام الليلة ونناقش فيها بعد ان اصبحت الضربة العسكرية ضد نظام الاسد بسبب استخدام الاسلحة الكيموية شبه مؤكدة ووشيكة هل توفرت شروط تنفيذها وما هو شكلها وما هي تدعياتها المستقبلية القوات الامريكية مستعدة للتحرك ضد سوريا في حال تخذ القرار من قبل الرئيس اوباما بذلك هذا ما صرح به اليوم وزير الدفاع الامريكي في اشارة الى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري ردا على استخدام اسلحة كيموية في غوطة دمشق ويتزامن هذا التصريح مع ما كشفت عنه شبكة سين ان من ان اربع مدمرات تابعة للبحرية الامريكية في البحر الابيض المتوسط على اهبة الاستعداد لتنفيذ اي اوامر توجه لها خلال ساعات كما تعددت التعركات والتصريحات التي تؤشر الى ان عملية عسكرية ضد نظام الاسد باتت وشيكة في ضوء ما صدر عن بريطانيا وفرنسا وخاصة عن السعودية التي دعت الى موقف دولي حازم من نظام الاسد الذي قالت انه فقد هويته العربية وكذلك الجامعة العربية التي حملته البسولية التامة عن الهجوم الكيميائي بالغوطة اما في دمشق فقد لوح وزير خارجية الاسد بان النظام سيدافع عن نفسه بالوسائل المتاحة مشيرا الى مفاجأة في هذا الخصوص الا ان العديد من الاسلحة تطرح الاسل لاذا تطرح نفسها حول مدى توفر الشروط اللازمة لتنفيذ هذه العملية من قبل ادارة الرئيس اوباما وما هو شكل هذه العملية وما هي تدعياتها المستقبلية منحت الادارة الامريكية نفسها مهلة 48 ساعة لاتخاذ موقف نهائي يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الاسد وحددت صقفا زمنيا لا يتعدى اليومين لاي عمل عسكري تقول انه سيكون محدودا ويشبه العملية الجراحية التي ستعيد التوازن الميداني بين طرفي الصراع في سوريا الا ان اعتماد واشنطن على الخيار العسكري لا بد ان تتوفر له شروط ثلاثة تتمثل فيه ادلة صلبة على تورط نظام الاسد في الهجوم بالسلاح الكيميوي في الغوطة على الرغم من تأكيد وزير الخارجية جون كاري على وجود ما يكفي منها السعي للحصول على موافقة ودعم قطبي الكونغرس السياسيين لاي خطوة عسكرية تستدعي حتما الموافقة على موازنة مالية التوصل الى تفاهم وتنسيق واضحين مع الحلفاء حول ابعاد اي ضربة عسكرية ضد نظام الاسد وتداعياتها وان كانت محدودة تكاد كل الاوساط المتابعة تجزم بان اي ضربة عسكرية وان كانت امريكية ام من قبل تحالف دولي ستكون محددة في الزمان والمكان اي انها لن تكون مفتوحة الامد وستستهدف مواقع استراتيجية محددة تسهم في اعادة خلط اوراق النظام وتحد من قدرته على التفوق على قوى المعارضة من دون السعي الى اسقاطه ومن المرجح ان تلجأ واشنطن وحلفاؤها الى اعتماد اسلوب عملية ثعلب الصحراء في العراق عام 1999 من خلال استهداف مطارات وقواعد عسكرية ومراكز حساسة واستراتيجية بصواريخ كروز من نوع توماهوك تطلق من بوارج في البحر المتوسط وامام ما يمكن وصفه بانه انسحاب روسي لا يصل الى مستوى التخلي التام عن نظام الاسد عبر عنه وزير الخارجية سيرجي لافروف بعدم الدخول في حرب اذا وقعت يبدو ان النظام السوري قد التقط الاشارة التي حملها كلام لافروف وبات على يقين من اقتراب الضربة العسكرية فلوح بالدفاع عن النفس بالامكانيات المتاحة في حال صارت الضربة امامنا خيارين اما ان نستسلم او ان ندافع عن انفسنا بالوسائل المتاحة وهذا هو الخيار الافضل انا لا اريد ان اذكر ابعد من ذلك مفاجآت لم يحدد وليد المعلم معالمها حسن فحف العربية سيشاركونا نقاش بانوراما الليلة سفير ادم ايرلي المتحدث السابق باسم الخارجية الامريكية من واشنطن ومن اسطنبول الدكتور عمار القربي رئيس تيارة تغيير الوطني السوري ومن موسكو فيتشسلاف متازوف المحلل السياسي الروسي فلأبدأ معك سيد عمار القربي هل هناك معلومات مؤكدة لدى المعارضة السورية بان هذه الضربة باتت مؤكدة ووشيكة نعم تحية اجلال واكبار بداية لارواح شهدائنا الابرار وبمن فيهم من سقط في المجزر الاخيرة في الغوطة نتيجة الحراك الذي شاهدته اسطنبول مؤخرا الحراك الدبلوماسي المكثف من زيارة وزير خارجي القطري الى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتلاف الوطني احمد الجربا مع رئيس الاركان سليم الدريس بما فيه لقاء المعارضة مع السيد احمد اغلو وزير خارجي التركي وايضا كان هناك هواتف كثيرة تلقاها رئيس الاتلاف من فابيوس 40 دقيقة دام الاتصال ايضا هناك اتصالات شبه يومية تتم بين كيري وزير خارجي الامريكي ايضا هيغ الفرنسيين اضافة الى سمو الامير سعود الفصل وعبدالله بن زايد كل هذه الاتصالات وهذا الحراك كان يدلنا نحن كمعارضة ان هناك شيء ما سيحصل في الايام القريبة العاجلة ان هناك ضربة ما ستكون موجهة الى النظام لكن هذه الضربة حسب توقعاتنا لن تكون كافية الى سقوط النظام لكن ستقتصر على ضربات تأديبية عقوبات نوع من ضربات عقابية على ما اتى به النظام من خرط للقانون الدولي من استخدام سلاح محرام في كل هذه الهواتف اكد رئيس الاتلاف على ان الاهم حاليا هو مبدأ الافلات من العقاب هو يجب ان لا يسود حاليا في العالم اذا لم يتم الرد على هذا الهجوم الكيميائي سيكون هناك سابقة في المجتمع الدولي من ان احد يمكن ان يخرق القانون ويفلت من العقاب نهيك عن ان الويات المتحدة الان اصبحت مصداقيتها على المحق وعلى هذا الاساس هي تغاطت عن خطوط حمر كان قد وضعها الرئيس اوباما ومن ثم تم تجاوزها من قبل نظام الاسد لتجد نفسها اخيرا مطالبة امام رأي العام الدولي والعالمي والصحافة وامام الشعب السوري بان الويات المتحدة اليوم فعلا مصداقيتها اصبحت مهزوزة وعلى هذا الاساس اليوم الويات المتحدة ايضا تعاني من ضغط فك هذا الضغط سيكون بضربة الى اهداف معينة لنظام السوري نحن نتحدث عن بنك من الاهداف يعني يتجاوز الاربعمائة هدف بنك الاهداف ربما يطال يعني اربعين هدف تقريبا عشرة بالمئة من المواقع السورية المحددة غالبيت هذه المواقع التي يشك بانها تحتوي الى مستودعات من الاسلحة الكيميائية طيب سفي رادم ايرلي هل يحتاج الرئيس اوباما الى موافقة الكونغرس حتى وان كانت هذه العملية محدودة التأثير والاهداف كلا الرئيس اوباما لا يحتاج الى موافقة الكونغرس لاتخاذ اجراء ولو كان ضيق النطاق في عملية هجومية للرد على ما اقترفه النظام من الهجوم الكيموي لكنه سوف يحظى بغطاء سياسي ولكنه من ناحية قانونية لا يحتاج الى موافقة من الكونغرس وانا اتفق مع زميلكم السيد القربي باننا ما نتوقع ان نراه خلال الايام القليلة القادمة هي هجمات تكتيكية استراتيجية ضد مواقع النظام بهدف ارسال رسالة مفادها ان استخدام الاسلحة الكيموية سوف يواجه بالقوة من قبل الاسرة الدولية السؤال الذي علينا نطرحه على انفسنا الان هل هناك اهداف من استخدام هذه القوة هل هدفها فقط الحاق الالم بالنظام لاستخدامه الاسلحة الكيموية ام ان استخدام القوة يرمي للاطاحة بالنظام انا لا اتوقع الجواب الاخير او الجزئية الاخيرة وكنا تحدثنا عن هذه المسألة مرارا وهذا هو السؤال الاكبر الذي يطرح الان طيب سيد متزوف هل موسكو قادر على تعطيل اي تحرك دولي لتوجيه ضربة عسكرية للنظام في دمشق هذا ليس تحرك الدولي هذا تحرك الامريكي سنقوك دقيقين في المصطلحات طبعا روسيا لا تتدخل ولا تضرب السفن الامريكية ولا تشن حرب العالمية على اساس هذا الحادث ولكن موقف سياسي وديبلوماسي من قبل الروسيا سجل بكل الوضوح في مؤتمر الصحفي مبارح سيرجي الافروف ومن هذا موقف واضح تماما ان الروسيا لا تتحرك جيشها لكي يرد على عملية عسكرية الذي يتخج الاسطول او طيران الامريكي ولكن اسباب روسيا وضحت موقفه تقييم الاوضاع في سوريا مرتبطة مع استعمال السلاح الكيميوي لحتى الان حركات وعمليات الاسكرية مبنية على استنتاج ان حكومة سوريا استعملت سلاح الكيميوي الروسيا لا توافق على هذا الاستنتاج وتعتبر انه كل دلال الذي موجود بين يدي الروسيا تدل على ان هناك بعض المراكز الذي تقع في منطقة تسيطر فيها القوى المعارضة او مجموعات مسلحة مرتبطة مع قوى المعارضة الذي طلقت الساروخ منها ووصلت الى جوتا شرقية ولذلك روسيا لا تنظر على ما يجري ويتحذر تدابير من قبل ولايات المتحدة الامريكية كتدابير معاقبة حكومة سوريا وسوريا كدولة لاستعمال السلاح الكيميوي اما تنظر على هذا كمحاولة الامريكية لتغيير التوازن الاستراتيجي او توازن تاكتيكي في اراضي سوريا بين القوات المصالحة حكومية ومجموعات المصالحة التي تواجه الحكومة السورية ولذلك هذا المبرر الذي الروسيا لا تقبل ولا شرعيا ولا سياسيا وتنظر عليها كمخالفة القانون الدولي وخرق الدستور ومساق الأمم المتحدة وهذا من قبل ولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك عدة نقاط ذكرتها سيد متزوف بداية أنت قلت بأن هذا التحرك ليس دوليا تقول أنه أمريكي ماذا عن فرنسا ماذا عن بريطانيا ماذا عن موقف الدول العربية ماذا عن تركيا أيضا التي تؤيد هجوما من هذا النوع إضافة كيف تريد تحرك دولي في ظل البيتو الروسي الذي يعطل أي تحرك لإنهاء الأزمة السورية الروسيا لا تعطل الوقف لإطلاق النار ونحن نعتبر أن ولايات المتحدة الأمريكية التي يبطلوا عمل المجلس الأمن للأمن المتحدة من ناحية الوجد الحل السياسي كما اتفق جون كيري مع بوتين والاوروف في موسكو في سابق مايو هذه السنة لأن يتفقوا نهائيا أن يوقفوا عنف ويحاولوا كل المفاوضات بين سلطة سوريا والمعارضة وحل المشكلة بطرق السياسية الآن فبرقوا على هذه القصة الاستعمالة الأسلحة الكيميوية لكي يضربوا الفكرة التصالح فكرة جينيف 2 لأن برأي أنا شخصي أنه بعد هذا الدرب إذا بيصير طبعا أي محفوضات السياسية سيكون فضيا مدمون أنه بهذه العملية الغرب وولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تشارك بهذه العمليات الأسكرية بدون ولايات المتحدة ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا تركيا لا تشارك في هذه العملية الأسكرية هذا حلف الشمال الأطلس يرأسها ولايات المتحدة قرار أمريكي عمليات أسكرية أمريكية وكل شيء في اليد رئيس وولايات المتحدة وهو بركة بابا أنا أذكر أنه نال جائزة نوبل من أجل السلام نشاهد كيف هو يدافع فكرة السلام أصناء ضربة على سوريا طيب دكتور عمار القربي الآن كما يقول سيد ماتازوف بأن هذا القرار وهذا التحرك هو قرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فقط أنتم في المعارضة السورية لديكم أي خيار فيما يتعلق بالموافقة والرفض وهل أنتم على طلاع دائم ومباشر بكل التحركات الدولية المتعلقة بهذه الضربة يعني ما أودت الإشارة له في بداخلتي الأولى أن المعارضة هي صاحبة القرار الأول والنهائي وتستشار في كل كبيرة وصغيرة اليوم عندما نتحدث عن ائتلاف نتحدث عن قوى من معارضة مختلفة انضمت مؤخرا والأهم أن كتلة الجيش الحر من 15 عضو أصبحت ممثلة للإتلاف اليومين الفائتين كانت هناك اجتماعات من الصباح للمساء مع المجلس الأعلى العسكري مع قيادة الأركان وحتى بين رئيس الأركان ورئيس الإتلاف كما ذكرت وكل هذه الاتصالات تأتي من أجل استشارة المعارضة وأخذ رأيها وأنا سأقول لك شيء منذ ساعات أيضا بصورة مفاجئة وعاجلة سافر رئيس الاتلاف إلى فرنسا وأعتقد أنه غدا ربما سيلتقي مع الرئيس الفرنسي وهذا كان غير مخطط له لأنه كان من المخطط أن يسافر إلى ألمانيا ومنسمى إلى لندن فإذا المعارضة في صلب الأحداث لكن ردا فقط على بعض المغالطات للسيد ماتازوف على ما يبدو أنه يقرأ هذه المرة من كتاب الأسد وليس من كتاب الشوعي الروسي لأنه يتبنى روايات المواقع الإلكترونية السورية اليوم الحديث الرسمي الروسي هو يغطي الضرب الأمريكي بل يعترف بها وهو لن يرد وقال صراحة بأن روسيا لن ترد وهو اعتراف ضمني ركزت على مواضيع أخرى بجينيف وألغاء اللقاء اللقاء كان مرتقب بين الأمريكان والروس إلى آخره ولم يتحدث بصورة مباشرة عن هذه الضربة وهذا متوقع لأنه سابق وطن ضرب العراق وهو يرتبط من معاهدة الدفاع مشترك وروسيا سكت تم ضرب الحديقة الخلفية في كوسوفو ويغسطافيا ولم ترد روسيا ولن ترد من أجل عيون الأسد فهذه من ناحية أما عن التحرك الدولي عندما اليوم تصدر الجامعة العربية غطاءا رسميا من أجل هذه الضربات وغيرها فهذا أليس غطاء عربي عندما يتم الحديث اليوم من وزير خارجي السعودي أن هذا النظام فقد حتى هويته العربية يعني بعد أن فقد شرعيته وبعد أن فقد إنسانيته اليوم نتحدث عن فقدان عروبته أليس هذا تحرك دولي عندما نتحدث عن 11 دولي ورئيس أركان اجتمعوا يومين ماضيين في عمان أليس هذا تحرك دولي وعندما نتحدث عن دول إقليمية قطر والسعودية والإمارات وحتى تركيا أليس هذا دولي أما عن ناحية التعطيل يعني يقول بأن روسيا هي مع السلام ومع الحل السياسي وهي استخدمت ثلاث مرات فيتو كيف وروسيا هي ضد السلام هي التي ترسل الأسلحة للنظام هي التي تعطيه من يقتل به أبنائنا من أين أتى النظام بالأسلحة الجرسومية والكيميائية ويقول بأن المعارضة هل القضية هي شوية أسلحة على الصورة الكاريكاتورية الأظهروا بتلفزيون شوية براميل ومكتوب هيك صنعة في السعودية يعني هذه مسخرة لا تليق إلا في هذا النظام العملية عملية معقدة تحتاج إلى صواريخ وتحتاج إلى مزج بين مادتين وهي في الهواء وتحتاج إلى دقة عالية لا يستطيع لهذه التكنولوجيا وكل العالم قال أنه هذا من صنع النظام في سوريا والقضية ليست صاروخ واحد وإنما عدة صواريخ وأطقت من عدة مواقع ومتازوف يعرف بأن روسيا تعلم قبلنا من أين انطلقت هذه الصواريخ ومن أي قواعد لأنها هي التي ساهمت في تشكيل وإنشاء هذه القواعد يعني فقط ليحترموا عقولنا ولكي لا يذهبوا بعيدا اليوم اللعبة انتهت واليوم الأمور كلها يتواضحة والأقنعة سقطت فعلى هذا الأساس أرجو من الموقف الروسي أن يمتاز بواقعية ويتصالح مع الشعب السوري هذا إن بقي وقت من أجل إعادة طبيض وجه الروس أمام شعبنا في الداخل سفير أدم أرلي ضيفي من موسكو يرى بأن الرئيس أوباما الحائز على جائزة نوبل لسلام من خلال هذا التحرك يتعارض مع السلام وأن ذلك لن يخدم السلام في المنطقة أفضل أن ينتبه متفرجكم إلى الحديث الذي أدل به الرئيس أوباما عندما استلم جائزة نوبل حيث قال أن الطريقة لضمان السلام تتجلى من خلال العمل على التفاوض لأن التفاوض يبقى هو المسار الأفضل ونحن قد وصلنا إلى هذه النقطة في سوريا أعتقد أيضا أن البريطانيين والفرنسيين ممثلين بحكومتهم لا يتفقون مع هذا الرأي بأنهم يعملون بناء على توجيهات وبأمرة الولايات المتحدة هذه دول لها سيادتها ولا تتلقى تعليماتهم من الرئيس أوباما البتا ما نراه الآن وباستثناء روسيا أن هناك توجه متحد على الجبهة الدولية فيما يخص استخدام الأسلحة الكيموية المزعومة من قبل نظام الأسد وأنا أتفق مع الزميل من موسكو بأنه من الضرورة بمكان أن نحدد وبطريقة دامغة إذا ما كان نظام الأسد قد استخدم هذه الأسلحة الكيموية قبل اتخاذ أي إجراء بحقه لا شك لدي بأن هذه المسألة سوف يتم إثباتها وكما قال زميلنا من تركيا أن المعارضة أو أن المقاتلي من المعارضة لا يمتلكون القدرات المعقدة والمتطورة لإطلاق صواريخ مجهزة بأسلحة كيموية بأنفسهم ولقد حددنا سلفا بناء على الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وعينات التربة ودخيرة التي تم الحصول على بقايا منها وطاقم الطبي الذين تم التحدث إليهم مع مفاتيشي الأمم المتحدة كل هذه الأدلة مجتمعة تدل على أن عملية استخدام الأسلحة الكيموية قد تمت من قبل النظام السؤال الذي أطرحه على زميلنا من موسطع وبالأحرى سؤالين السؤال الأول إذا ما تبين أولا أن حكومة بشار الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيموية ضد الشعب السوري فهل الأسرة الدولية يفترض أن تتفرج وأن تبقى مكتوفة الأيدي وسؤال الثاني ماذا عن معاهدات حظر استخدام الأسلحة الكيموية روسيا دولة موقعة عليها والولايات المتحدة وكذلك سوريا دولة موقعة على هذه الاتفاقية وهذه المعاهدات تنص على عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين وهذا انتهاك واضح لتلك المعاهدات ما الذي يفترض أن نقوم به لا شيء البتة أعتقد أن ما رأيناه في سوريا وأن بشار الأسد قد استخدم الأسلحة الكيموية في السابق وهذا لا يعني بأن هناك أي شيء قد تم اتخاذه إزاء هذه الهجمات لذا فإننا نرى أن هناك عملية هجومية أخرى كيموية أطاحت بالكثير من الأبرياء وإذا لم تفعل الأسرة الدولية أي شيء فاعتقد أنه من الواضح بأنه قد نتوقع ما قد يحدث في المرات القادمة فبشار الأسد سوف يقدم على استخدام هذه الأسلحة وهناك قائمة أطول من الضحايا لم يعد لدينا أي خيار لا بد من استخدام القوة وهذه إشارة إلى بشار الأسد يجب أن ترسل وأن تفهم تماما ويجب أن تكون هناك تكلفة باهظة تدفع لقاء انتهاك العراف الدولية طيب سيد ماتازوف السفير ليسأل ما موقفكم في موسكو إذا تم التأكيد على من استخدم هذه الأسلحة على من استخدم هذه الأسلحة في ريف دمشق هو النظام السوري وأن هذه الأسلحة كباشار القربي هو من صنيعة أوهية من صنيعة الروس وأنهم هم من قدموا تلك الأسلحة في الأساس للنظام في دمشق أولا هذا فكرة غير سليمة لأن الروسيا وقعت وتؤيد معاهدة عدم انتشار السلاح دمار الشامل وأسلحة الكيميائية ممنوعة للبيع ممنوعة لانتشار وروسيا لا يمكن بأي شرط من الشروط أن يبيع أسلحة كيميائية لأي دولة بما فيها دولة سورية نحن نعلم أمثلة عندما ولايات المتحدة الأمريكية بعت لصدام حسين عندما كان يخوض المعارك الحرب ضد إيران هم باعوا بعض المواد الكيميائية التي استعمل السدام حسين في حرب ضد إيران أولا ولذلك اليوم نحن نعتبر أن الروسيا لا علاقة مع السلاح الكيميائي في سوريا أولا ولذلك أي نوع من اقترادات لهذا اقتراحات لحول هذا الموضوع هذا ليست الصحيح ليست سليم ولا يمكن أن نستعمل ونعتمد عليها ولكن روسيا مستعدة أن يدرس بكل جدية مع أمريكان الوقاية اليوم نحن نسمع مرتين عن مسؤولية حكومة سوريا مسؤولية النزام بضرب الكيميائي لدي الروس تأكيدات أن قنابل فعلا اغتيالية وصلت إلى مناطق في جوتا شرقية من الجهة يسيطر عليها القوة المعارضة أي جهة أي مجموعات مسالحة كانت في هذا المكان بالدات يمكن معارضة يعرف أحسن منها لأنهم يسيطرون على المنطقة أنا لا أستسنع أن هناك جبهات من جبهة النصر من دولة الإسلامية لإراق وليوانت كل هؤلاء الناس لماذا لم تتشاركوا هذه المعلومات إذا كنتم متأكدون منها بالفعل لماذا لم تتشاركوا هذه المعلومات مع المجتمع الدولي ومع الأمريكان أيضا بلاكس روسيا عرضت كل هذه المعلومات في مجلس الأمن يوم الأربعاء في جلسة المغلقة روسيا وزع صور أقمار إصطناعية روسية الذي يمكن اليوم واحد يقرأ الأوراق على اليد من أقمار إصطناعية اليوم جوجل أنا أشاهد السيارة سيارة أنا جان بيتي وهذا موجود ولذلك إمكانيات التجسس اليوم ومطابعة مراقبة التخرقات في هذا المكان غوطة شرقية يوميا مسجلة على الأوراق لدي الروس ولدي الأمريكان إذا أمريكان يهملوا هذا إهمالا كاملا ولا يحبوا أن يعترفوا يوافقوا على تحقيقات الجدية هذا دليل أنهم يستفقون من اسمح لي بأن أنقل السؤال المجرامي هذا السؤال لدكتور عمار سيد ماتازوف ومن خلال التقنية الحديثة يستطيع وشاهدت سيارته بجانب بيتي وبالتالي يستطيع أيضا التكاهم فيما يتعلق باستخدام تلك الأسلحة الكيموية في ريف دمشق وبالتالي يرى بأن ذلك مجرد مبرر لتدخل عسكريا في سوريا أستاذ محمد أنا بالبداية أصلا أنا متحفز على أنه الموضوع هو موضوع كيميائي يعني اليوم أكثر من 150 ألف شهيد يعني هدول براحوا بلاش بح يعني اليوم بس عنا قضية الألف وثلاثمية يعني سيد متازوف إذا اللي بيضرب الكيموي مو معلش واللي بندرب بسكد والبراميل واللي بندبح بقنابر واللطامنة والحولة حلال دمون طيب ومبارع شو صار بأوريم الصهرة والكبر عفوا ما في عنا كان قنابل فوسفوري أبيض انقصفت وفي عنا 13 جسة متفحمة يعني لين نحن بدنا نصل يعني هذا إنكار الإنكار الإنكار أنا بدي أحكي شغلي اليوم أنا ما بدي أبحث بأي تحقيق بدي أقول شي لو هذا النظام هو ضرب كيميائي شو كان عمل لك على أقل يبعت له كم إبرة أتروبيين لعلاج المرضى بل هو على العكس منع الدواء استمر في قصف المناطق لأنه هو خاف من سرعة الرياح لتوصل لجنوده فاستمر في قصف المناطق ليومين متتاليين بعدين شو عمل هل أعلن الحداد لك دولة إذا بيروح فيه عنده بحادث قطار خمسة ستة بيعلن الحداد هو شو عمل راح فجر في طرابلوس وراح 1300 شهيد في سوريا هدول دبان عند النظام لأني أن النظام ما بيفهم وأنا باختلف مع اللواء سليم إدريس أنه هذا مش رد على محاولة اغتيال جميل حسن السفاح تبع الجوية لا لا هذا نتيجة حصار مجموعات من الجيش الحر أطبقت على دمشق من أكثر من تسعة أشهر هذا النظام تعرض إلى ضربات في منخ في الشمال تعرض في معقله معقله الطائفي في اللاذقية إلى ضربات على هذا الأساس هناك بوادر لفك تحرير مرة ثانية بحمص على هذا الأساس النظام يعني شعر بأنه أركانه بدأت تهتز وعلى هذا الأساس كان مضطر لهذا العمل من أجل الرعب والإرهاب ومن أجل تخويف المدنيين بعدين اليوم نحكي عن جبلة النصرة وعن دولة العراق والآخرين يا سيد متزوف هدول مش موجودين نهائيا في دمشق وعلى هذا الأساس نحن التزمنا منذ اليوم الأول وطلعنا على التلفزيونات ووقعنا لأمم المتحدة وتحدثنا مع فريق التحقيق وكلنا نحن نلتزم التزام كامل بتأمين دخول كل الفرق وخروجها طيب إحنا لو في عنا مجموعات مضبوطة كنا التزمنا بهذا التزام يعني فأرجو أنا يعني في قصص مبدئية هذه كلها تمطروحة بعدين اليوم روسيا الوحيد الصح طيب فرنسا تأكدت والولايات المتحدة تأكدت بريطانيا تأكدت كل الدول تأكدت بمن فيها حليف النظام الإسرائيلي يعني إسرائيل نفسه قالت نحن لدينا معلومات من أن النظام استخدم الكيميائي اليوم هذا مثل مثل الوسيقة اللي يعني ينتظر منا المحققين لكن يعني اليوم أنا عندي تشديد صوتي إليك لكن هذا لا يعترف في في المحاكم فأنا مضطر أن أذهب وأضبطك بالجرم المشهود على هذا الأساس تقوم اليوم الفرق بضبط بشار الأسد بالجرم المشهود لكن قرار الإداني صدر صدر بشكل عالمي وبشكل دولي على هذا الأساس لا يمكن أن تكون فقط الأقمر الصناعية الروسية صحيحة وكل العالم يكذب دكتور عمار القربي سنتوقف الآن مع فاصل قصير نعوده بعده لمتابعة بانوراما مرحب بكم مجددا في بانوراما وأيضا نرحب بضيوفنا من واشنطن السفير آدم إيرلي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ومن أسطنبول لدكتور عمار القربي رئيس تيارة تغيير الوطني السوري ومن موسكو فتشسلاف متزوف المحلل السياسي الروسي ولكن قبل مواصلة الحوار نتوقف مع هذا التقرير السريع الذي يوجز أهم عالم التحالف الدولي الذي قد يوجه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد وكذلك القواعد التي قد تنطلق منها الطائرات التي ستشارك في تلك الضربات تحالف تقوده دول كبرى لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد استخدام السلاح الكيميوي ضد المدنيين في الغوطتين الشرقية والغربية هذا التحالف ستقوده الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى كبريطانيا وفرنسا وتركيا بحسب وكالة الأنباء الفرنسية الأمم المتحدة لن تكون موافقتها ضرورية بسبب معارضة روسيا التي رفضت التدخل العسكري لكنها لم تعلن وقوفها إلى جانب الأسد عسكريا دول التحالف تملك ترسانة ضخمة وتتوزع بحرا وجوا وبرا ويتوقع الخبراء أن يكون هذا التحرك محدودا وهو الخيار الأكثر تداولا من قبل دول التحالف في المرحلة الأولى من العمل العسكري وهذا يعني تنفيذ هجمات محدودة بواسطة سواريخ تطلق من البحر على أهداف كمستودعات ضخيرة أو بنا تحتية يمتلكها النظام السوري هذا الهجوم سيعتمد أيضا على القواعد العسكرية في الدول المجاورة لسوريا كقاعدتي إزمير وأنجرليك في تركيا إلى جانب المدمرات التي نشرتها أميركا في البحر الأبيض المتوسط واستفادتها من قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في قبرص عبد الرحمن العصيمي العربية سفراء دميرلي كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تثبت بأن هذه العملية ليست عملية أمريكية منفردة وتأتي لخدمة مصالح حلفية في المنطقة أعتقد أن الحقيقة التي تحدث عنها الرئيس أوباما ووزير الخارجية كاري من خلال مفاوضاتهم المغلقة مع حلفائهم في الشرق الأوسط في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تظهر جليا أن الولايات المتحدة لا تذهب إلى هذه الحرب منفردة وأن هناك جزء كبير من الأسر الدولية لديه رأي فيما يحدث في سوريا وصراحة قراءة أن هناك دولا كثيرة في المنطقة قد انتظرت لفترة طويلة للولايات المتحدة لتتخذ إجراءات أشد وصرامة وقد خاب أملها لأن الولايات المتحدة لم تكن منخارضة في سوريا بالتعاون مع المعارضة في السابق الرئيس أوباما والإدارات الأمريكية والشعب الأمريكي كانوا لا يرغبون بالتدخل في السابق وكانوا قد سائموا من مقتل العديد من القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وأن الوضع في سوريا الآن معقد للغاية ولا سيما في وجود المعارضة التي تحتوي على أطياف مختلفة ومتشردمة وعلى هذا الأساس ونظرا للعملية الهجومية الكيموية في الغوطة وفي أماكن أخرى فأن الخيارات التي واجهها الرئيس أوباما هي خيارات بين السيء والأسوأ أو بمعنى هناك خيار سيء أي بمعنى أن يستخدم القوة وهو كان لا يرغب بالقدم عليه والخيار الأسوأ هو أن يبقى مكتوف الأيدي وهذا سوف يقوي من ديكتاتور لا يعرف الرحمة ويساعده على قتل الأبرياء وصراحة وهذه الخلاصة أن ما توصلت إليه الولايات المتحدة هي نتيجة لما تقدم به حلفاؤنا في المنطقة وأوروبا دعونا نكون منصفين ومنطقيين من يقف إلى جانب بشار الأسد الآن فلنرى إيران وروسيا وحزب الله والآن من يقف إلى جانب المعارضة تركيا بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة السعودية قطر الإمارات العربية المتحدة لذا أعتقد أن هذا بحد ذاته يعطيكم الإجابة الواضحة عن سياسة هذه القضية وأن هذا يعطيكم جوابا للسؤال برمته وأن مصير الشعب السوري ومصير المنطقة يحدد من خلال هذا السؤال وإذا ما كان أي قائد أن يستخدم الغازات والأسلحة الكيموية على شعبه فإن مستقبل المنطقة سوف يكون مخيفا للغاية سيد ماتازوف قلت في الجزء الأول من فانوراما لهذه الليلة أشرت في الحقيقة إلى تصريحات وزير الخارجي الروسي والذي قال فيها بأن بلاده لن تتدخل عسكريا في حال شن أي أحد حرب على حليفه في دمشق ولكن هل هذا يعني بأن موسكو تخلت عن حليفها لا يعني هذا أن الروسيا تخلت عن دعم سوريا كدولة شعبه وحكومة لأن الروسيا لا تزار تدعو غلايات المتحدة الأمريكية أن تدرس وتستنتج الطرف يوجد الطرف المجرم الذي وجه الصاروخ الكيميائي في غوتا شركية أنا سأتصور أن هناك أسلوب بسيط جدا لدي غلايات المتحدة والروسيا فدرالية فقط أسطول الفضاء الذي يقدر أن يصور كل أحداث في كل أنحاء العالم في سوريا وأنا أكيد أن يوميا ساعة بساعة دقيقة بدقيقة كل التحركات الناس والسيارات وأي نوع من التحركات في غوتا شركية مسجلة على فيديو هناك ترقب لتقرير المفاتيشين الدوليين هناك وعد أيضا من الولايات المتحدة بانتظار تلك التحقيقات ولكن كيف تستطيع أن تؤكد لخليفكم في دمشق لأنكم ما زلتم مع النظام وأنتم ستخفون مكتوفي الأيدي ضد أي هجمة أو عملية عسكرية ضد دمشق أولا أن مهمة تقم المفاتيشين هم في تصديق أن هذا كانت هذا هجوم الكيميائي كان بأي حجم شو دحايا ولكن استنتاجات السياسية ليست في صلاحيات البعث التقم الاختصاصين هذا ترجع على مجلس الأمن للأمم المتحدة لهم يرسلهم مجلس الأمن يعود مع التاكدات مع إثبتات ونتيجة لهذه الإثبتات أمريكا والروسيا الذي يملك بالفعل الوسائق ضرورية لتقول مين يستعمل هذا صاروح عزال روسيا تقترح لماذا أمريكا تلجأ من هذا المقارنة مقارنة صور وأفلام الذي كان سجل في أرشيف موجود أنا أعرف أن هذا أرشيف في استخبارات أمريكية وروسية موجودة وهناك استخبارات الأسكرية وهناك إمكانيات لا تزن ندور في نفس بكثير بغوطة ولكن يبدو بأن الوضع قد تجاوز ما حصل في ريف دمشق ولكن سيد متازوف هل لديكم تكتيكات معينة تزويد النظام بأسلحة معينة تساهم في صد أي هجوم على قوات المصلحة روسيا روسيا تتعاون مع حكومة سوريا بلا شك في كل المجالات أنا لا أعرف تفاصيل لأن أنا ليست مسؤول في الحكومة الروسية رسميا على هذه العلاقات ولكن أنا أكيد أن هناك تعاون ولكن تعاون لدعم حكومة سوريا لمقاومة التدخل الأجنبي أنا لا أستسنى أن قول وكلام سيرجي لوروف أن روسيا لا تشارك في عمليات أسكرية وروسيا تسهب تسهب السفن من ترتوس ليمنع الدرب على بصدفة حتى سفن الروسية لكي يؤدي هذا إلى الأزمة الدولية روسيا لا تحب الأزمة الدولية ولكن أنا لا أستسنى أن روسيا تعطي لجيش السوري السلاح الذي يمكن أن يرد على أي تدخل أجنبي ضد سوريا وأنا لا أستسنى أن يخند بسيون المجموعات الدفاع البري الشط سوريا ويضاف إليها بعد تقوية الدفاع الجوي أنا أظن أن الدفاع الجوي سوريا يكفي ليواجه الدرر لكل طرف الذي يتدخل هذه نقطة اسمح لبنى أن نقول السؤال للدكتور القرابي هل لديكم تطمينات أو ضمانات بأن هذه العملية العسكرية ستكون محدودة بالفعل وتأثيراتها ستقتصر فقط على قوات النظام وليس الوطن سوريا نعم طبعا هذه ليست تطمينات نحن كنا نود أن يشاركنا المجتمع الدولي في الإطاحة في هذا النظام لأن هذا النظام هو يعتمد كما قال سعد السفير آدم على بعض قوى الشر في العالم وعلى رأسها إيران وحزب الله وبعض ميليشيات المالكي التي تقاتل في سوريا حتى الحسيين أصبحوا موجودين في سوريا على هذا الأساس طالما الأسد هو دول قضية فلا مانع من أن المجتمع الدولي يشكل غطاء دوليا لتحريرنا من هذا النظام المجرم لكن ما قالته هذه الدول بأن هذه الضربات ستكون محددة بدقة وستطال مواقع كما ذكرت في البداية سموها بنك للأهداف ولكن دائما كنا نسأل السؤال ذاته من هذه الدول أنتم تعرفون الأسد جيدا ما الذي تتوقعونه بعد هذه الضربة يعني ما الأسد ما سيعمل اليوم التالي أو الساعة التالية ما التي ستكون وهناك سيداريوهات كثيرة حقيقة وضعت كلها تدل على أن الأسد لن يتصرف بشيء والمفاجآت التي تحدث عنها المعلم هي مفاجأة بحد ذاتها المفاجأة ستكون بالمكان المناسب والرد المقناسب كمفاجآت الروسية عندما يضرب حلفاء إذن سيكون الرد ربما في قصف مزيد من المدنيين مزيد من الشعب السوري أو بعض التفخيخ في لبنان أو بعض الأجراء الذي يأبرهم بقصف صواريخ على شمال فلسطين كما حدث من أحمد جبريل وسيوهم لأننا متأكدين أن حزب الله أصبحت قواه كله في سوريا واليوم بندقيته مصوبة إلى الشعب السوري وليس له علاقة بما يحدث في فلسطين على هذا الأساس نحن نضغط بأن تكون هذه الضربات موجهة إلى المناطق التي أو المواقع السورية العسكري التي يمكن أن تتسبب بأزى كجرائم ضد الإنسان أو كعمليات الكيمية وإلى آخر لكي نقلل أكثر ما يمكن الضرر الذي يتلقى شعبنا لكن بكل الأحوال نحن نؤيد هذه الضربات لأنها ليست فقط نحن كسوريين لا تعنينا من أننا فقط نطبق مبدأ الإفلات من العقاب لأن هذا سنتابعه بأنفسنا أو ليس لنا مصطحة في أن تكون وهذه المتعدة تثبت مصداقيتها نحن عبر هذه الضربات سنحمي شعبنا النقطة الثانية سنؤمن انشقاق بعض وكثير من العناصر المحكومين اليوم بالقضة الأمنية في سوريا وليس لهم سبيل للهرب من الخدمة الإلزامية أو الإجبارية التي يطبقها الأسد وأخيرا تحقيق بعض المكاسب للجيش الحر لاستعادة المواقع التي خسر إسر هذه الضربة الكيموية وأخص بالتحديد من المعظمية إلى الغوطة إلى عربين وأنا فقط أخير سأقول بأن المناطق التي ضربت فيها فرق التحقيق البارحة هي خاضعة للنظام طيب سيد آدم إيرليس أخطب معك ضربات محددة بدقة ولكن هل ستكتفي واشنطن بذلك أم أنها تنتظر ردة فعل النظام في دمشق أولا دعني أتقق مع زميلي من موسكو أعتقد أنه محق تماما عندما قال بأن الإطاحة بنظام بشار الأسد لن يكون مسألة سهلة وسوف تكون تكلفته باهظة وصعبة وهذا لا يعني بأنه لا يجذر بنا المحاولة لكن علينا أن نكون واقعيين في دراسة التكلفة ثانيا إذا ما قلنا هذا وإذا ما قلنا أن روسيا لن تتدخل في الأزمة هي كمن يقول هي كمن يقول بأننا لن نسمح للفرس ليخرج من الحضيرة بعد أن يكون قد فر في الجبال روسيا ضالع في هذه اللعبة مع سوريا أعتقد أن السؤال المطروح الآن كيف يمكن إنهاء هذه الأزمة الطريقة الأسرع والأفضل لإنهاء هذه الأزمة تتمثل بإجراء مفاوضات فاعلة تفضي إلى رحيل بشار الأسد وكافة رجالاته من المشهد السياسي في سوريا هذا ما نادت به الولايات المتحدة والأسرة الدولية وما تسعى قد تتفقون أو تختلفون معي في الرأي لكن أعتقد أن الهدف هو هدف جيد والسؤال الذي طرحته كيف يمكن لهذه الضربة وما هي ردود الأفعال المتوقعة من النظام حول عمليات استخدام الأسلحة الكيموية المزعومة وكيف لها أن تسم لا أعلم الإجابة وكما قلت في البداية نكتفي بهذا القدر عفوا سفير آدم لانتهاء وقت بانوراما لهذه الليلة نشكر ضيوفنا ونشكر أيضا متابعتكم بانوراما لهذه الليلة إلى اللقاء